وبشرة للبحث في أشياء نسياسة دكتور سيف السعدي أهلا بك دكتور سيف تحالف تقدم أعلى رسميا ترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان تتوقع أن نرى المشهداني رئيس البرلمان يوم السبت المقبل بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة تحية طيبة لكم وإلى متابعيكم والكرام بلا شك سوف تكون جلسة يوم السبت يعني هي مباركة لتنصيب السيد محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب بعد فترة القطاع دامت قرابة الستة أشهر بالتالي لتكون حل لهذه الأزمة السياسية وهذا الانغلاق السياسي لطالما أثر هذا الانغلاق على تشريع كثير من القوانين وهناك ممكن فراغ حصل في السلطة التشريعية وهي أعلى سلطة في البلد تولد من رحمها رئاسة مجلس الوزراء فضلا عن رئاسة الجمهورية فضلا عن المحكمة الاتحادية استناد المادة 92 بالتالي يعني أنا أعتبرها خطوة جيدة جدا من أجل حلحلة هذه المواضيع من ثم الذهاب إلى يعني ما وراء تنصيب السيد محمود المشهداني وهو تطبيق ورقة الاتفاق السياسي لأن الموضوع لا يتعلق بمنصب رئاسة مجلس النواب أبدا وإنما يتعلق بورقة اتفاق السياسي والبنودة التي ضمنت ضمن هذه الورقة استنادا للمنهاج الحكومي استنادا لمادة 76 رابعا من الدستور العراقي بالتالي يعني حقيقة أجد أن الكثير من المباركات أتت والبيانات حقيقة تلو الآخر ومن اليوم إلى يوم السبسوف وتكون كثير من البيانات التي تبارك لهذه الخطوة وتؤيد يعني خطوة حزب التقدم على اعتبار أن حزب التقدم هو وكتلة الصدارة التي انضوت تحت مضلة حزب التقدم هي تمثل الأغلبية السنية العددية بالتالي هناك تثبيت لمعيار وهو الأغلبية السنية الأغلبية النيابية وليس معيار التوافقية على اعتبار أن هذا عرف وهذا العرف لا يجب أن يتم تجاوزه بالتالي ممكن يؤسس لسنة في المراحل المقبلة أو في الدورة الانتخابية المقبلة أنا أراها خطوة جيدة سوف تحد كثير من المشاكل طيب ما قدرت بعض الأطراف على عرقلة الحسم أو أنه أصبح المرشح الأوحد ولا اعتراض تتوقع مؤثر على عملية التصويت أبدا لا أتوقع أن الأطراف الأخرى يعني مناوئة أو خصوم يعني إن صح التعبير سوف يؤثرون على المشاكل على اعتبارهم يمتلكونه يعني الأقلية حقيقة سوف نشهد أن هناك بيانات تكون شجب إدانة ممكن تذكير ممكن انزعاج من هذا الموضوع ولكن بالتالي سوف بمرور الوقت سوف ينتهي هذا الموضوع على اعتبارنا تحدث عن توجهات فواعل سياسة داخل إطار التنسيقي تدعم توجه تقدم وتدعم السيد المشداني بالتالي حقيقة سوف يحظى بقبول يعني للتذكير السيد المشداني عندما يقول بأنه مرشح السيد المالكي أبدا عندما كان مرشح السيد المالكي حصل على 48 صوت في الجلسة الأولى والكل يتذكر ولكن الآن عندما أصبح مرشح تقدم سوف يكون أو يحصل على من 190 صوت إلى 200 صوت بالتالي هذا كافي أغلبية مريحة السنادة للمادة 55 من الدستورة التي قالت ينتخب بالأغلبية المطلقة أي 166 سوف يتجاوز هذا العدد وفي الجلسة الأولى وبجزئية ممكن الحديث عن يعني أنا أقول أن السيد الحلبوسي قد أتعب خصومه وهذا يذكرني برسالة أليسكندر المقدوني إلى أستاذ أرستو طاليس وقال لقد أعياني أهل العراق فما جئتهم بحيلة إلا وجدتهم سبقون بحيلة للتخلص منها أنا أقول السيد الحلبوسي قد أتعب خصومه حقيقة ما أتوا بحيلة إلا وجدوا أتى بحيلة أخرى للتخلص من هذه الحيلة وهذه براغماتية عالية تحسب للسيد الحلبوسي يعني تحالف تقدم نجحة بتقديم مرشح من ضمن تحالفه لرئاسة البرلمان طيب ماذا بشأن الفقرة الثانية عشر من النظام الداخلي أو كيف ستقول الأمور بخصوص هذا عفوا بس عادة السؤال الفقرة الخاصة بالنظام الداخلي هل تقصدين النظام الداخلي نعم تحالف تقدم نجحة بتقديم مرشح من ضمن تحالفه لكن أسألك عن يعني ماذا بخصوص الفقرة الثانية عشر من النظام الداخلي نعم الفقرة الثانية عشر من النظام الداخلي رقم واحد لسنة 2022 كان هناك اعتراض من قبل الفوعل السياسية داخل الإطار التنسيقي بعدم يعني تعديل هذا يعني تعديل هذه المادة وإضافة فقرة رابعة تسمح بفتح باب الترشيح لا سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية 322 الذي اختصر يعني التنافس الترشيح فقط في الجلسة الأولى بالتالي لا خيار إلا الذهاب مع أحد من المرشحين المرشح القريب من ممكن يعني توجه تقدمه هو السيد محمود المشداني السيد محمود المشداني حقيقة لا يحمل نفس ممكن إقصائي إن صح التعبير وإنما سوف يمضي بما تبقى من الدورة الانتخابية ونحن نتحدث الدورة الانتخابية سوف تنتهي في الخامس عشر من شهر الدعش في سنة 2025 أي العام المقبل بالتالي سوف يدير هذه الجلسات وسوف يكون مرشح حقيقة يحظى بقبول وإجماع وطني على أقل تقدير من قبل تحالف إدارة الدولة فضلا عن الأغلبية النيابية السنية داخل مجلس النواب بالتالي سوف يجده خيار حقيقة يحظى بقبول ويحظى بتوافق من جميع الأطراف دكتور راسيفة الاستحقاقات السياسية المقبلة بعد حسب منصب رئاسة البرلمان ما هي برأيك الملفات التي تنتظر رئيس البرلمان الجديد؟ كثير من الملفات التي تنتظر رئيس البرلمان المقبل لا سيما نتحدث عن قانون العفو العام قانون العفو العام الآن في مجلس النواب في اللجنة القانونية بالتالي يجب أن يتم تعديل هذا القانون نتحدث عن تعديل وإعادة تعريف يعني الانتماءات أو تعريف الإرهاب فضلا عن تشريع قانون المحكمة الاتحادية لطال انتظار هذا القانون استناد المادة 92 من الدستور وينظم بقانون يجب تنظيم هذا القانون وتشريعه داخل مجلس النواب فضلا عن مجلس الاتحاد الغرفة الثانية لمجلس النواب استناد المادة 65 من الدستور فضلا عن قانون رقم 2 لسنة 2016 الخاص بمؤسسة الشهداء فضلا عن إرجاع نازحي جرف الصخر هذا الموضوع الذي طال انتظاره نتحدث عن سقوف زمنية ضمنت ضمن المنهاج الحكومي وهو أكثر من 6 نقاط تتضمن يعني ينفذ خلال 6 أشر من تشكيل الحكومة فهناك خلل بهذا الموضوع يجب أن يعود أو تعود السلطة التشريعية ويكون هناك توازن هذا التوازن قائم على أساس المادة 61 من الدستور التي تحاسب الحكومة من ثم يعني تكون هناك تشريع لقوانين مهمة تخدم الدولة إذن الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي شكرا لانضمامك شكرا جزيلا